اشتركوا في القناة في قاعدة حميمة العسكرية قادما من موسكو في زيارة خاطفة لم تدم سوى ساعات توجه بعدها الى مصر ومنها الى تركيا زيارة امر خلالها بوتين قوات بلادها المنتشرة في سوريا بالانسحاب الى نقاط رباطها الدائمة مردفا ان القسم الاكبر من هذه القوات سيعود الى روسيا فما اسباب هذه الزيارة السريعة هل هي استعراض للقوة فقط ام ان الموضوع اكبر من ذلك ووجب على الرئيس الروسي التوجه الى سوريا بدلا من احضار الاسد كما جرت العادة على مرتين متتاليتين الى كل من موسكو وسوتشي ضف الى ذلك ابعاد هذه الزيارة سياسيا وعسكريا خاصة ان بوتين وعلى ما يبدو يحلل كثيرا في جعبته في هذه الجولة التي لم يصرح عنها مسبقا في ملفنا الثاني اتفاق بين ميليشيات قصد وقوات حكومة بغداد ينص على حماية الخدود العراقية السورية تحديدا المتخمة لمحافظة ديرستور اتفاق يأتي بعد اعلان قصد السيطرة على الضفة الشرقية لنهر الفراث بالكامل وبعد اعلان حكومة بغداد سيطرتها على كامل الحدود العراقية مع سوريا فماذا تحمل الايام القادمة لتلك المناطق الحدودية وما هو مستقبل العلاقة بين قصد وحكومة بغداد المشغولة اصلا بخلافات مع اكراد الاقليم فضلا عن تصريحة قصد السابقة الرافضة لتعاون مع ميليشيا الحجد الشعبي الشيعية والتي تقاتل جنبا الى جنب مع حكومة بغداد ام انها استثنية من هذا الاتفاق وللتحالف الدولي علاقة بهذه الصفقة التفاصيل بعد قليل ابقوا معنا اشتركوا في القناة اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا ان القسم الاكبر من قوات بلاده ستعود الى روسيا بعد ان قال ان هذه القوات تمكنت من القضاء على اكثر المجموعات الارهابية الدونية قدرة على القتال حيث امر ببدء سحب قواته الى نقاط مربطتها الدائمة جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لاولي رئيسا روسيا وسوفيتي الى سوريا اخترح بوتين لاسباب خاصة ان تكون الى القاعدة الروسية لا الى العاصمة دمشق واللافت في الموضوع ان قادة عسكريين روس كانوا في مقدمة المستقبلين لا بشار الاسد الذي لم تختلف معاملته في القاعدة العسكرية باللاذقية عن معاملته في موسكو وسوتشي عندما استدعى مرتين من قبل الروس سابقا نتابع التقرير في زيارة هي الاولى من نوعها ظهر الرئيس الروسي فليدامير بوتين فجأة في قاعدة حميميم العسكرية زيارة خاطفة كسرت فيها كافة البروتوكولات والقواعد الدبلوماسية المعمول بها فاضافة لكون بوتين اول رئيس الروسي وسوفيتي يزور سوريا اختار النزول فيما يسمى بقاعدة روسيا الدائمة بدلا من ان يستقبل كغيره من الرؤساء في قاعات الشرف او حتى المباني الرسمية ليس هذا فقط بل من كان في استقباله بداية وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ومن ثم صافحه بشار الاسد وكأنه احد الموظفين فيها الى جانب قائد مجموعة القوات الروسية في سوريا وفي مشهد ما عاد مستغربا على بشار الاسد الذي استدعي مرتين على عجل الى موسكو في الاولى والى سوتشي في الثانية قام احد مرافقي الرئيس الروسي بمنع الاسد من اللحاق ببوتين ما يعكس حقيقة النظرة الروسية لبشار الاسد وكأنه ملحق عسكري للقوات الروسية بوتين وامام قواته الموجودة في قاعدة حميميم امر ببدء سحب القوات الروسية الى نقاط مراقبتها الدائمة وقال ان قوات بلاده استطاعت مع قوات الاسد القضاء على اقوى جماعات ارهابية دولية ولذلك امر بسحب الجزء الاكبر من القوات العسكرية الروسية من سوريا الى روسيا وتابع بوتين بانه في حال رفع ارهابيين رأسهم من جديد سيتم توجيه ضربات اليهم لم يروها من قبل على حد تعبيره واضاف انه سيتم استمرار العمل في قاعدتي طارتوس وحميميم بشكل دائم وهو ما طرح اسئلة عدة حول من سيتكفل بالاجواء السورية من جهة ومن سيغطي مكان قوات الشرطة العسكرية الروسية التي قيل انها من ضمن المجموعات التي ستسحب من سوريا من جهة اخرى هذا فضلا عن تخفيف التغطية الجوية الروسية لميليشيا النظام على الارض وبالتالي فان روسيا تفتح الباب مجددا امام مواجهات قد تقع بين النظام والفصائل المقاتلة وقد تصل حتى استهداف النظام من قبل التحالف الدولي وعلى الصعيد السياسي ابلغ الرئيس الروسي بشار الاسد انه يريد العمل مع ايران وتركيا لبدء عملية سلام في سوريا ونقل عنه قوله للأسد انه يأمل ان يكون بالامكان بدء عمل المؤتمر السوري للحوار الوطني وانه سيبحث الامر خلال اجتماعاته المقبلة مع نظيره المصري والتركي والمدرجة اصلا ضمن الزيارة ثم تمير ان حديث الرئيس الروسي عن سحب الجزء الاكبر من قواته في سوريا لا ينسجم مع الوقاع التي تحدث على الارض خاصة بعد الحديث عن الحشود العسكرية التي يقوم بها النظام وحلفائه على حدود ادلب والضربات الجوية الروسية في ريف حما وفي ظل الحديث ايضا عن عمليات اخرى قد تجري في الجنوب السوري ما يجعل الحديث الروسي عن سحب القوات في واد والوقاع على الارض تسير في واد اخر كما انها ليست المرة الاولى التي يعلن فيها بوتين سحب قوات بلاده من سوريا فقد اقتصرت المرة الفائتة في آذار 2016 على التصريحات ولم تتعد ذلك أرحب في هذا المحور بالعميد أسعد الزعبي محلل عسكري وستراتيجي ينضم إلينا مباشرة من الرياض مساء الخير وأهلا بك معنا أرحب أيضا بالدكتور إلينا سوبونينا كاتبة روسيا من نموسكو مباشرة مساء الخير وأهلا بك معنا أرحب أيضا بياسر بدوي كاتب ومحلل سياسي ينضم إلينا من اسطنبول مساء الخير وأهلا بك معنا عميد الزعبي يعني زيارة كسرت كل البروتوكولات المتفقة عليها عالميا يعني هي زيارة من الواضح رغم أنها غير معلنة كانت لمصر وتركيا هذا الظهور المفاجأ في قاعدة حميمين العسكرية بهذا الاستقبال أو هذه المعاملة لبشار وبما خرج منها على لسان بوتين كيف تقرأه بداية بسم الله الرحمن الرحيم لن أتحدث عن إهانات بشار فهذه أصبحت قانون يجب أن يتم يوميا يعني إن كانت روسيا لها يوم في إهانة بشار وإسرائيل لها يوم وبالتالي لم يعد يعني هذه أصبحت من الصفات الأساسية لبشار أن يجب أن يتعرض الإهانات في كل يوم فلم تعد يعني ذلك يؤثر عليه تماما لكن حقيقة أن الزيارة هي لم تكن من أجل بشار أو من أجل يعني النظام بشار هي كانت من أجل رفع وتصحيح أسهم بوتين التي بدأت تنخفض في روسيا خاصة أنه مقدم على انتخابات رئاسية لذلك كان لابد من أن يقوم بهذه الزيارة وهذه الزيارة حقيقة تعطينا عدد كبير من الرسائل يعني أهم هذه الرسائل رسائل للداخل الروسي أن ما وعدكم به بوتين بعد أن قتل أطفال سوريا وشعب سوريا ودمر سوريا ودعت تلك الكذبة الكبرى أنه يحارب الإرهاب نعم هو حقق ما يرد للروس ألا وهو الحصول على قاعدتين قاعدة حميمين وقاعدة طرطوس وبالآن هذه أصبحت أراضي روسية يحق للروس التصرف بها كيفما يشاءون وبالتالي سيصل إلى ذا القاعدة وينفذ عرض عسكري بعد ذلك يقول لهم أطلبوا لي بشار فيأتي بشار يعني كالعادة إلى معلمه أو رئيسه بوتين هذا ما حصل لكن أيضا الرسالة التي تعتبر أهم أيضا كانت للجانب الأمريكي كان قبل أسبوع يتحدث بوتين أن وجود القوات الروسية في سوريا هو وجود شرعي بينما القوات الأمريكية وجود غير شرعي فهذه الرسالة كانت للسيد ترامب القادر على نقل سفارة أمريكا للقدس لكنه عاجز تماما لا يستطيع أن يدخل سوريا لأن قواته موجودة في سوريا بطريقة غير شرعية وهذه اليوم البصمة الروسية أو زيارة بوتين جاءت لتؤكد هذه الحقيقة أن نحن كروس نأتي على الأراضي الروسية والقواعد الروسية وأماكن هنا في سوريا هذه أماكن روسية أصبحت ولنا الحق في ذلك لأننا أخذنا الشرعية بشكل رسمي وبالتالي ليس الحق لأمريكا أن تدخل الأراضي السورية الرسالة الثالثة وكانت أيضا أنسالة غاية في العمق حقيقة عندما يتحدث بوتين أو يقوم باستعراض قواته ويعطي رسالة أنه هو انتصر ولكن أنا أؤكد لك تماما أن ما قد يفهم من هذه الرسالة أن انتصار هي انكسار حقيقي واعتراف من بوتين أنه جاء لينقذ معنويات عناصره التي بدأت تنهار عناصرها لقد فقدت روسيا أكثر من 830 عنصر بسوريا ولكنه لا يستطيع الإعلام الروسي أن ينقل أكثر من 160 عنصر روسي قتلوا الحقيقة هي أكثر من 830 وموزعين معروفين تماما أين قتلوا في أماكن مختلفة من سوريا وأعطى هذه الحقيقة للشعب الروسي بالتأكيد سيكون هناك انقلاب مباشا ضد بوتين إذن بوتين الذي بدأ يفقد شعبيته في داخل روسيا وبدأت قوات جيشه التنهار معنويا في سوريا كان لابد إذن من هذه الزيارة التي تحمل العديد من الرسائل وإذا كان متسع من الوقت سنتحدث عن تلك الرسائل سنتحدث عن الرسائل الأخرى ولكن دعني أتحول إلى الدكتور سوبونينا يعني استماتي للعميد الزعبي يعني هي زيارة للتصحيح أسهم بوتين التي بدأت بالانخفاض في الداخل وهو على أبواب انتخابات وفي نفس الوقت يعني يطمح في ولاية جديدة في نفس الوقت رفع معنويات عسكريه وجنوده في سوريا وما الأعلان عن الانسحاب إلا يعني خديعة لأن الأعلان عن الانسحاب لم يكن هذه أول مرة يعني أعلنه منذ فترة ولم يطبق منه شيء بل ذات ليش لم يطبق منه شيء تم تقليص عدد القوات الروسية في سوريا وعندما أعلن بوتين في شهر مارس سنة 2016 مثلا تقليص قوات روسيا في سوريا هو لم يتكلم وقتها عن انتهاء العملية العسكرية هناك أما الآن فهو يتكلم عن انتهاء العملية العسكرية متوازنا مع السحب القوات الروسية نعم هذا لا يعني أن روسيا ستترك قاعدتين عسكريتين أبدا روسيا ستبقى هاتين قاعدتين في سوريا أنا لا أشك في ذلك ولا أحد يشك ولكن الآن روسيا تعتقد بأن أحداث هذه العملية الرئيسية قد تحققت وهي بالفعل تحققت موازين القوى على جبهات سوريا قد تغيرت لصالح حكومة سوريا وأيضا تنظيم داعش الإرهابي كتنظيم لديه أراضي ولديه موارد النفط والغاز دكتور سبونينا في هذه النقطة اسمحي لي كيف تحقق الهدف وخاصة هدف روسيا طبعا وخاصة فيما يتعلق بداعش يعني لا أحد إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أوروبا أو فرنسا منذ قليل علقت بأن المعارك في سوريا على أقل تقدير يلزمها شهرين أو ثلاثة أشهر لكي تنتهي أو لكي يخرج داعش من سوريا داعش موجود إلى اليوم وما زال يقاتل وبالأمس كان في ريف حما وعلى تخوم إدلب بمساندة من الطيران الروسي يعني كيف روسيا فقط ترى بأن داعش خرج من سوريا ولم يعد موجودا أنا أتفق أن الوضع في سوريا لسه بحاجة للمعالجة بشكل أكثر وخلايا داعش ما زالت موجودة ولكن كالتنظيم لديه أراضي كانت هذا التنظيم قد انتهى ليس فقط روسيا كانت تعمل في هذا المجال أما أيضا أمريكان لديهم كانت عملية مكافحة الإرهاب ولكنني أعتقد بأن الجزء الأساسي من هذا العمل روسيا قد قامت به وفي نقطة مهمة أنا أختلف فيها وهي أنه لماذا الشعبية بوتين الآن تنخفض في روسيا هي لا تنخفض لو كنتم في روسيا للاحظتم أن الشعبية بوتين هي عالية جدا طيب المظاهرات التي نراها بين الحين والآخر والتي تقمع والتي تقمع خاصة المظاهرات التي تقمع وكلمة تقمع كأنها تقمع بالقوة هي المظاهرات ليست قوية وهي لا تقمع بأسليب القمع وهي أما تقمع بعد الأحيان لأن هناك انتهاكات للقوانين الروسية في هذا الشأن بعد الأحيان وبعد الأحيان هي تتم باعتمادا على سماح بلديات والسماح بلديات موسكو والآخرية المعارضة في روسيا صدقوني ليس موضوعنا المعارضة في روسيا وإنما هناك معارضة وأودعات في السجون سيد ياسر بدوي أنت كيف تقرأ هذه الزيارة وخاصة ما جاء على خلفيتها الأعلان عن سحب قوات أو جزء كبير من هذه القوات؟ ومنذ قليل في خبر عاجل على لسان سرغي شويغو وزير الدفاع الروسي يقول بأن وحدات عسكرية روسية بدأت بالفعل الانسحاب من سوريا كيف تقرأ هذا؟ وطبعا أنت من الرسائل التي ترها؟ هل بالفعل هي رسائل الولايات المتحدة الأمريكية؟ هي استعراض قوة من بوتين؟ نعم تحية لك والضيوف الكرام والمشاهدين أولا تحدثت السيدة الدكتورة إيلين عن أهداف العملية تحققت أي تحقق حدث هل هو التحقق الذي حدث بمقتل 1500 طفل أم بضرب المشافي أم بماذا التحقق الحقيقي لأي عملية سياسية تستطيع أي دوب العزمة أن تبدأ العمليات العسكرية ولكن النقطة الأخيرة التي توضع في العملية السياسية التي تحققها ماذا حققت روسيا لذلك من هنا أجيب على سؤالك بأن توقيت الزيارة هذه الزيارة وبغض النظر كما قال العميد عن هذه الطريقة المهينة لبشار الأسد المعتاد عليها والذي أصبحت طقصا يوميا لديه مع الرؤساء الدول ومع مواطنيه ومع كل العالم لماذا هذا التوقيت بالذات مع انطلاق مفاوضات جينيف هذا لديه الرسالة الأهم الروسيا لم توجه رسالة إلى الولايات المتحدة لنكن دقيقين روسيا تجيب على أسئلة طرحتها الولايات المتحدة وطرحتها الغرب وطرحتها الدول القليجية والدول الإقليمية أمام روسيا وروسيا تعهدت بها بأنها تسير وفقا أو لتحقيق الحل السياسي ونحن أمام استعجال هذا الموضوع الرسالة الأساس والمهمة في هذا الموضوع من جهة نظر نحن المعارضة والشعب السوري هي أنها رسالة موجهة لنظام بشار الأسد المجرم وحلفائه الإيرانيين الذين يحاولون تخريب ما يحاول بوتين تصلحه من التخبط الذي وقع في سوريا منذ التدخل العسكري ومنذ العام 2011 عندما قام بحماية القانونية الدولية طبعا المزيفة لهذا النظام لذلك هذه الرسالة واضحة إما أن تذهب إلى جينيف وأن تكف عن هذه الخزعبلات التي قام بها وليد المعلم يوم السبت منذ يومين عندما قال أن بشار الأسد خط أحمر وهو ملك للشعب السوري ومن هذه المعزوفات التي أصبحت مثيرة للقرف وعزرا على هذه الكلمة إذن هي رسالة موجهة وأبلغها بوتين شخصيا لبشار الأسد لعامله بشار الأسد في سوريا بأنه يزب أن تذهب إلى جينيف وأعتقد أنا شخصيا أعتقد في هذا الإطار المأزق الذي وجد فيه بوتي منذ التدخل العسكري في سوريا الآن أصبح يبحث عن مخرج هذا المخرج سواء في الداخل الروسي ولا يعنينا كثيرا المظاهرات وغيره مع الاحترام للشعب الروسي بحقه بالحرية لأن روسيا أولا وأخيرا نظام ديكتاتوري نظام شمولي لا يمكن القياس عليه هو ما يعنينا فقط نقطة وحيدة هذا المأزق الذي وقع فيه بوتين كيف سيجيب عليه أمام الدول الإقليمية دول الخليج توركيا ما هي التعهدات ما هي الاتفاقات التي تمت من يعيق هذا الموضوع الذي يعقه هو إيران والنظام السوري الإيران عندما حاولت بأستانة سبعة وفشلتها عندما رفضت السماح لتركيا أو أن تكون تركيا هي مسؤولة عن مدينة إدلب وكذلك النظام وتلك الحشود بين الفترة والأخرى في جنوب حلب وباتجاه مطار أبو الظور كل هذا تخريب للعملية السياسية من وجهة نظر روسيا التي تحاول الانخراط بها وهي أيضا أحد رعاتها لهذه العملية السياسية رغم التحفزات على رؤية موسكو للعملية السياسية ولكن هناك محددات دولية وهذه المحددات لا يمكن لأحد لا لروسيا ولليبوتين ولأيحد العبس بها وهي مسار جينيف الذي هو خلاصة العقل السياسي العالمي للحل في سوريا على قل عيوبه ولكن هو المسار الأصح من أجل إحلال السلام في سوريا ومن أجل انتهاء من هذه الحرب وأعتقد أن بوتين بدأ يستشعر هذا الأمر وبدأ يضع رأس بشار الأسد في سوق أني خاصة السؤال السياسية في إطار ما تحدثت به سيد بدوي كيف نفهم؟ هو اليوم الصحيح عاد وأكد على المسار السياسي وعلى أن كل العملية يجب أن تصب في جناف يعني في لقائه بي رئيس أردوغان ولكن في المقابل كيف يصر على سوتي؟ يعني هو قال بأن الرؤساء الثلاثة سيعودون إلى سوتي من جديد من أجل يعادة التباحث ليعود إلى سوتي وسيعودون إلى سوتي ويلتقون ومن حقهم أن يفعلوا ما يشاءون ولكن بالنتيجة ما هي النتائج التي تحقق؟ ما هو الرضا الدولي أولا الضغوط الغربية كبيرة جدا وهناك بعض الصيحات الغربية بمحاكمة بوتين كمجرم حرب وليس بشار الأسد فقط هذه الضغوط الدولية ليست مزاحا ويعرف تماما بوتين من تاريخ الاتحاد السوفيت السابق وهو كان حاضرا به يعلم تماما هي كيف العلاقات مع الغرب وكيف هو الصراع وكيف هو إدارة هذا الصراع وإدارة هذه السياسات وبالتالي أن يعود إلى سوتي أو أنه فشل ويعرف تماما منذ أستانة سبعة ومسلسل أستانة الذي أصبح شبيها لباب الحارة الذي حاول بشار الأسد أن يسوق نفسه به هو فاشل ولا بد من مسار جينيف أينما ذهبتم والغرب رفض في أستانة سبعة مناقشة القضايا الأساسية المتعلقة واضحة أصبحت تماما هذه القضايا تتعلق بالحل في سوريا عبر هيئة حكم واضح سيد بدوي عميد زعبي يعني يتم الحديث ليس فقط عن سحب طائرات وجنود بل أيضا عن سحب الشرطة العسكرية والتي مهمتها هي مراقبة وقف إطلاق النار يعني برأيك هل هذا يصب في إطار ما يتم الحديث عنه مؤخرا وبشدة عن تدخل أو دور عربي عسكري في سوريا في هذه المرحلة القادمة يعني وفي إطار أستانة ويمكن أن سيكون لمصر الجزء الأكبر أولا هناك ثلاث نقاط أثارتها ضيفتك من موسكو النقطة الأولى عندما تحدثت على أن أهداف العملية قد تحققت وسألتها أنت أية عملية فردت حقيقة هي أجابت بشكل صحيح أن العملية التي تحققت ألا وهي دعم النظام هذا يثير إلى الكذب الذي دخل به بوتين عندما قال دخلنا سوريا من أجل مكافحة لرهاب ولكن الواقع دخل لدعم النظام وهذه حقيقة هذا ما تحدثت به ضيفتك والنقطة الثانية التي أثرت قاتلك أن هناك مظاهرات ونحن بروسيا لا نقمع المظاهرات القانون الروسي لا يسمح بقمع المظاهرات إذن كيف تدعمونا رجلا إرهابيا فاجرا قذرا كان يقتل الشعب السوري لأنه خرج في المظاهرات والنقطة الثالثة التي يجب أن نتحدث عنها بإسهاب ألا وهي أيضا قضية سحب القوات أنا أذكر تماما كنت في جينيذ بشهر مارس 2016 وأنا حتى ألقيت على الوفد قلت لهم عن ما يصرح به بوتين قضية سحب جزء من أسلحة هذا غير صحيح كذب تماما بوتين سحب حوالي أربع طائرات سخوي ثلاثين هذه مقاتلات ليس لها عمل في سوريا لا تقوم بالقصف ضد الأهداف الأرضية وكان وقت صيانتها في موسكو فكان لابد من سحبها ثم سحبت هذه الطائرات وفي نفس اليوم زجت موسكو في المنطقة نفسها في مطار حميمين أكثر من عشرين طائرات سخوي أربع وثلاثين وسخوي خمسة وعشرين قاذفات يعني هو استبدل المقاتلات التي ليس لها عمل بقاذفات من أجل المزيد بقتل الشعب السوري أطفاله ونساءه وزجل عديد من القطع البحرية إذن الحديث عن سحب قوات هذا فقط ليرضي لأن هناك تململ بالشعب الروسي لأن عناصرهم يقتلون لا يريد أن يقتلوا عناصر بدون أن يتعاملوا مع الملف السوري كما تتعامل أمريكا من البعيد لا يمكن أن يسمحوا بقتل أبنائهم ولذلك وعدهم بسحب عناصر ولن يسحب أنا أقول لك لن يسحب لأنه في الأسبوع الماضي كان قد صرح أنه سيطور القاعدتين وسيبقي فيهم قوة عسكرية تتصرف في أي لحظة من لحظات لكن هناك رسالة أخرى أيضا الحقيقة ظهر في الصورة أثناء اللقاء أن الحيوان سهيل حسن كان معه وهذه أعتقد إهانة للحيوان بشار الأسد لأنه بوتين قال له بالمناسبة سهيل حسن صنع روسي أصبح تابعا لروسيا لأن الجميع يعلم أن القيادات في سوريا توزعت ما بين إيران وما بين روسيا وهذا من حصة روسيا وطلب بوتين أن يحضر شخصيا ما هو الدور الذي أنيط بهذا الويد كونه لا يرتقي حتى إلى درجة العشرين من القيادات وبالتالي أن يحضر هكذا اجتماع هذه إهانة أخرى أيضا لبشار الأسد أما عندما تحدث حقيقة على أن رسال ما رسال أقول للجميع وأنا وكدت أكثر من من عشر مرات ومنذ عام منيف أنا أتحدث أن روسيا فشلت روسيا خسرت روسيا عجزت تماما في تحقيق أي شيء في سوريا وبالتالي لابد من الانسحاب من أجل ذلك هرول بوتين إلى مصر ويهرول إلى السعودية ويهرول إلى تركيا أرجوكم أسحبوني أرجوكم أنقذوني في سوريا لن يستطيع بوتين أن يبقى في هذا المغراق أكثر من ذلك هناك خسائر كبيرة في الاقتصاد الروسي وذلك لا يستطيع وأيضا هناك ملاحظة تحدثون بها حقيقة هل يأتي في هذا الزيارة العربي الذي سألتك عنها عميدة الزعوي؟ لقد وعد العرب معروف تماما تلك الزيارة التي قام بها سواء كان الرئيس السيسي أو الملك عبد الله كان هناك طلب لروسيا أن تتدخل لوقف القتل في سوريا أن تتدخل بشكل حيادي لكن روسيا تدخلت لصالح بشار الأسد وقد اعترفت مضيفتك قبل ذلك لم تدخل من أجل وقف القتال إنما دخلت لزيادة القتال على الشعب السوري وأيضا تحدثت أنت بكلمة غاية في الأهمية الآن يتحدثون على أنهم أنهوا الأرهاب في سوريا أي أرهاب إذا كانت داعش انتقلت من دير الزور إلى شرق حماء إلى شرق إدلب إلى شرق حلم وماذا تفعل داعش في مخيم الأرموك وماذا تفعل داعش في غرب درعاء وماذا تفعل داعش في سيناء كل هذه أكاذيب روسية روسية فشلت روسية عجزت روسية لا تدخل أن تغرق في المستنقل السوري أكثر من ذلك لكن عفا عفا رسالة بسيطة أن القضية الآن بوتين يريد أن يرسل رسالة إلى سوتي ويقول للعالم إنسو جونيف تماما سوتي أفضل دعونا نذهب إلى سوتي هذه رسالة كانت اليوم من خلال زيارته إلى حميمين دكتور سوبونينا استمعت لديك الإجابة لماذا لا يكون بوتين بالفعل يبحث عن المخرج اليوم هناك ضغوطات عربية هناك ضغوطات دولية هناك صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو يقول يجب أن تصب كل هذه العمليات وهذا الحرك في جونيف في نفس الوقت هو يؤكد على أستانا وفي نفس الوقت هو يستميت على سوتي ألا يعتبر هذا التخبط وأحد يبحث عن مخرج بالفعل لا برأي بالعكس هذا ليس التخبط هذا هو النشاط وليش أنتم كنتم تريدون من بوتين يركز على أستانا ويهم الجنيف نعم ويؤيد جنيف وهو صاحب عملية أستانا أيضا وهو يريد أن يحرك العملية السياسية في سوريا وبرأي بوتين هو من رؤساء الدول الكبرى وهو رئيس وحيد يطرح شيئا ما تجاه سوريا هل لديكم أمثلة لمبادرات دونالد ترامب حول سوريا لا أنا لا أذكر أنه طرح شيئا ما ماذا يطرح بوتين لماذا يحرك العملية السياسية يعني اللي نفهم سيدة سوبونينا يعني اللي نفهم لماذا يحرك العملية السياسية وماذا يطرح يعني هو ما طرحه شيء غير المجازر وغير بقاء بشار الأسد إلى حد الآن لم نرى شيئا آخر روسيا بالفعل تريد أن ترى انتهاء الحرب في سوريا روسيا لا تستفيد من عدم الاستقرار في سوريا بأسباب عدي وروسيا أقرب لسوريا من أمريكا وروسيا تزعجني هذه الحالة المعلمة في سوريا لأن آسيا الوسط هي قريبة لأن الشمال الققاز الروسي ليس بعيد فروسيا تريد استقرارا في سوريا لأن روسيا ترى تدعيات هذه الحالة على دول المجاورة لسوريا وعلى دول المجاورة لروسيا نفسها يمكن أمريكان هم مستفيدين من هذه الحالة من هذا الماء الوكر ولكن روسيا لا فبوتين طرح أفكار عدة منها إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سوريا وأنا تكلمت مع السكان هذه المناطق وتكلمت مع روس قد زاروا هذه المناطق هناك الاستقرار لا أكثر بالمقارنة مع ما كان عليه لا أدري سيدة سبونين أنتم فقط الروس ترون الاستقرار وترون مناطق تخفيف توتر لا ترون المجازر لا ترون الحصار لا ترون الموت جوع هناك واقع ترونه فقط أنتم سيد ياسر بدوي هذا الماراتون الدبلوماسي لبوتين اليوم من حميميم إلى القاهرة إلى أنقرة ماذا يمكن أن يخرج عن نعم لا بد أولا من التعليق على جملة حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قضية أن روسيا تريد الاستقرار في سوريا سنسلم جدلا في هذا الأمر أن روسيا حقيقة كدولة عظمى تريد أن تخرج من هذا المأزق وتعلم تماما أن الحروب لها أول وليس لها آخر وهي ضغوط وتكاليفها كبيرة جدا السؤال إذن هنا ضمن هذا ماذا فعلت روسيا من أجل هذا الاستقرار أن تبقي على نظام مجرم وهناك الحل السياسي الذي وقعت عليه موسكو منذ العام 2012 في 30 حزيران وعرف ببيان جينيف ووقعت عليه على رأس الدول موسكو وواشنطن ماذا فعلت موسكو من أجل هذا الاستقرار لماذا تصر على بقاء بشار الأسد إلى هذا اليوم وتصر أيضا على بقاء من عصابته لماذا تتراهن على بطع ربما تشيح هذه الزيارة وهذا الاستقبال بهذه الحالة وهذه المعاملة لبشار ربما يشيح بشيء ما يعني أنه إعادة تأهيل لشخصية قديمة من النظام ربما تكون يعني هذه بوادر لعزل بشار نعم هذا جانب آخر سنتحدث عنه وهو ما ظهر بشكل كبير جدا هناك تحديث كبير جدا عن السيد فاروق الشرع هذا الرجل السياسي المخضرم الذي لم يتلوث بأي شيء مما حصل في سوريا وأبعد وتحت إقامة جبرية وربما كما قيل في تلك الوقت منذ العام 2011 تعرض ربما كان يمكن أن يطلق عليه النار المجرم ماهر الأسد لكلمة بسيطة مع ذلك هناك إجابات دائما لا تعتقد موسكو ولا يعتقد أي أحد من المراقبين أن الأمر في سوريا أصبح بهذه السهولة هناك أسئلة هل سيجبرون بشار الأسد على أن يخرج على الملأ ويتخلى عن الرئاسة لنائبه وأين سيذهب وماذا سيفعلون بآلاف القضايا التي تأخذه إلى جميع محاكم الجنائية في الأرض ربما الأيام أو حتى الساعات القادمة مع هذه الأحداث التي تسير تباعا ربما تجيب عن هذه الأسئلة انتهى وقتي إلى هذا المحور أشكرك على المشاركة فيه وأرجو أن تبقى معنا للمحور الثاني وأشكر العميد أسعد الزعبي محل العسكري وستراتيجي من الرياض كنت معنا وأشكر الدكتور إيلنا سوبونينا الكاتبة الروسية من موسكو كنت معنا نذهب إلى فاصل ثم نعود للمحور الثاني من تفاصيل مشاهدة نائبكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا